الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل جزاك الله عنا خيرا خير الجزاء علي يدين ولا أستطيع أن أسدده حتى الآن فهل إذا مت وأنا لم أقضيه ما هو جزائي عند الممات ويوم الحساب الحمد لله فما دمت يا أخي السائل تبذل قصارى جهدك لسداد هذه الديون التي أثقلت كاهلك فلا إثم عليك إن شاء الله إن توفيت على هذه النية الطيبة وهي الرغبة الجامحة القوية والعزيمة الأكيدة والهمة الماضية في رد الديون إلى أصحابها بل وأبشرك يا أخي ببشارة نبوية رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله وأنت بهذا السؤال يشم منك رائحة ثقل الدين على ظهرك والرغبة الأكيدة في سداده فأبشر بالخير فإن سداد الدين من الأمور الواجبة والمتقرر عند العلماء أن الواجبات منوطة بالقدرة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها ولا سيما إذا كانت ديونك في ضروراتك أو في أمورك الحاجية وهي التي يسميها العلماء بديون الرشد والذي أنصحك به أن تلتجأ إلى الله عز وجل بكثرة الدعاء بأن يسد عنك الدين لا سيما ذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في قوله اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك فإن الإنسان إذا أكثر من ذلك فإن ديونه سوف تسد فإن النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على هذا القوم فأكثر من الالتجاء إلى الله عز وجل في أن يطرح عنك هذا الدين فهو الذي بيده خزائن الأرزاق ومفاتيح الفرج فأكثر من هذا الدعاء وكذلك أكثر من الدعاء المأثور الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة رضي الله عنه فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال أبو أمامة فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل عني همي وقضى ديني فلا أجد لك طريقا مثل الالتجاء إلى الله وكثرت إلى الدعاء والانتراح بين يديه والله أعلم